موسيقى على وقع استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا ومعها استمرار إغلاق مختلف دول العالم بشكل كلي أو جزئي تصاعد الحديث عن وصول أزمات شركات كبرى ومتوسطة وصغيرة حول العالم إلى حد الإفلاس مؤخرا خرجت دراسة أجرتها شركة كوفاس العالمية المتخصصة في تأمين مخاطر الاعتمام تحدد نسبة الشركات المتوقع أن تعلن إفلاسها حول العالم في عام 2020 وقد قدرت هذه النسبة بـ 25% أي ربع شركات العالم وهو الرقم الأكبر منذ عام 2009 أي في أعقاب تداعيات الأزمة المالية العالمية أكدت الدراسة أن الوضع الأكثر صعوبة سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن عدد الشركات التي من المقرر أن تتعرض للإفلاس فيها سيزيد بنسبة 39% كما ترجح الدراسة أن يزداد عدد الشركات التي ستفلس في بريطانيا هذا العام 2020 بنسبة 30% مقابل 11% فقط من الشركات في ألمانيا على أثر إفلاس هذا الكم من الشركات تشير التقارير إلى أن الركود سيصيب 68 دولة حول العالم في عام 2020 مقابل 11 دولة فقط في العام الماضي الأمر لن يتوقف عند الركود بحسب الدراسة بل سيصل في بعض الدول الناشئة إلى حد العجز عن سداد الديون وبالتالي إشهار إفلاس الدول في هذه الحالة هذا الأمر دفع صندوق النقد والبنك الدوليين إلى دعوة دائني الدول الأشد فقرا إلى تعليق تسديد الديون بل ووصلت الدعوات من منظمات دولية إلى إعفاء هذه الدول من سداد دفعتها في عام 2020 تماما وكان خيار التعليق هو ما قررته بالفعل مجموعة العشرين إذن نتحدث عن معدلات إفلاس قياسية للشركات وربما لعدد من الدول أيضا بسبب الإغلاقات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا فما هو حجم الأزمة؟ وما فرص تفاديها؟ وهل تدفع الدول الفقيرة فاتورة الجائحة وحدها؟ هذه الأسئلة وغيرها نتناولها مع ضيفتين في هذه الحلقة من العاصمة اللبنانية بيروت سيدة كوثر الحنبوري الكاتبة المتخصصة في الشأن الاقتصادي ومن تونس السيدة جنات بن عبدالله المحللة الاقتصادية أبدأ معك سيدة جنات حول الحجم الحقيقي لهذه الأزمة وإلى أي مدى عبرت تقارير كوفاس عن حقيقة الأزمة بالنسبة للشركات المهددة أو التي أفلست بالفعل هذا العام جراء كورونا؟ نعم ينتظر أن تكون الحصيلة خطيرة وخطيرة جدا ولا يمكن مقارنتها لا بأزمة 1929 ولا بأزمة الأزمة المالية العالمية لسنة 2008-2009 وبالتالي نجد أن كل المؤسسات وكل مكاتب الدراسيات وكل وكالات التصنيف في مراجعة مستمرة لمعدلات النمو والتوقعات سواء ترك المتعلقة بنسب النمو العالمية وفي عديد الدول أو ترك المتعلقة بنسب البطالة وعدد الشركات التي ستعلن إفلاسها وبالتالي اليوم نحن بصدد المتابعة اليومية والأرقاب الأولية تعلن عن حصيلة خطيرة وخطيرة جدا سواء في البلدان المتقدمة ومصنعة سواء أيضا في الدول الناشئة والدول النامية والدول الأشد فقرا ولكن وطأة هذه الأزمة تختلف من بلد إلى آخر أي من الدول المصنعة والتي لها عملات دولية وترك الدول النامية والفقيرة التي تبقى عملاتها يعني عملات وطنية وبالتالي هنا الوطأ والعب يعني يختلف من بلد إلى آخر ومن اقتصاد إلى آخر نعم إذا كان ذلك على المستوى العالمي فما هو الوضع بالنسبة للبنان إحدى الدول العربية لبنان يعد أبرز الدول الناشئة المنهكة اقتصاديا فيما قبل الوباء وقد أعلن تخلفه في بداية مارس الماضي عن سداد ديونه ما تسبب بعد ذلك في تفشي الوباء في تصاعد الحديث عن خطر الإفلاس نتابع التقرير التالي انعكست إجراءات الإغلاق والتعبئة التي فرضتها مواجهة وباء كورونا على المؤسسات السياحية والفندقية بشكل أولي هذه المؤسسات التي تترنح في لبنان منذ العام 2011 فقدت الجزء الأكبر من نسبة إشغالها ما يهدد بتوقيفها عن عملها على غرار ما حصل لفندق البريستول العريق في بيروت والذي أعلن عن توقفه النهائي المؤسسات الفندقية في لبنان على تراجع لأنه مثل ما كل الخبراء بيقولوا أنه التنقل بين دول والسيحة رح تكون آخر المستفيدين وآخر قطاع رح ينهض بالعالم كليته تردي الأوضاع الاقتصادية كان قد انعكس بإقفال مجمع لمول للتسوق قبيل إقفال البريستول رغم الأزمات التي عصفت بلبنان بقيت أبواب فندق البريستول مشرعة طيلة سبعين سنة إلى أن تم إقفالها في ظل جائحة كورونا هذه الجائحة ضعفت الخسائر التي تكبدها الفندق في ظل الأزمة المالية وهي خسائر تطال مختلفة قطاعات الإنتاج في لبنان أدى الإقفال الذي فرضته مواجهة وباء كورونا إلى خسائر في قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة والسفر بمستويات قياسية يقدرها خبراء بحوالى 150 مليون دولار يومياً باستثناء قطاعي الصناعات الغذائية والأدوية استدعى ذلك اجتماعات مع وزير الصحة العامة للاتفاق على رزنامة العودة الآمنة إلى الإنتاج وسبولها لدينا خسائر عديدة خسائر مالية توقيف عن العمل عم بتزيد بطالة العمل وهذا كله بينعكس على اقتصادنا العديد من المصانع اللي تأثروا سببها أنه فئدين المواد الأولية مصرف مركزي والمصارف ما عم بيقدروا يعطوا تحويل تسهيلات بالتحويل تا يقدروا يجيبوا المواد الأولية هذا عم بيخلق أزمة بعدم استمرارية بعض المعامل لأنه المخزون اللي موجود عندهم خلاص بين تبعات كورونا وتضخم الأزمة المالية يصارع لبنان اقتصاديا وماليا لتحقيق ما أمكن من صمود في انتظار حلول تعيد نموا مستحيلا في الوقت الراحل كلوجي أبي حناء الغد بيوت إذن وكأن لسان حال اللبنانيين يقول إن المصائب لا تأتي فرادا ما لبثنا أن بدأ العام بمشكلات سياسية وخلفيات وتبعات اقتصادية حتى أتت كورونا لتقضي على الأخضر واليابس ربما سيدة كوثر الوضع في لبنان وكيف يبدو حجم أزمة الشركات المفلسة بالفعل أو المهددة بالإفلاس نعم الحجم الكارثة هي كارثة بالحقيقة والعلى ما ترونه في الشارع من انتفاضات شعبية ومن تظاهرات ومن احتدام لهذه التظاهرات بين القوى الأمنية والمتظاهرين يعبر عن إنها ثورة الجياع بالحقيقة اليوم أكثر من نصف الشعب اللبناني بات فقيرا الشركات تقفل الواحدة والأخرى الوضع كارثي خصوصا على قطاع النقل خصوصا على قطاع السياحة كما شاهدنا في التقرير الخسائر للشركات تفوق المليار ونصف المليار دولار حتى الآن والخسائر مستمرة اليوم القطاع السياحي يطالب بأن يكون لديه سلة من العفاءات لا يطلب المال الدعم المادي من الدولة ولكنه يطالب على الأقل بإعفائه من الضرائب المستحقة لأنه لا يقوى على الاستمرار أو على البقاء بالأحرى الوضع كارثي كما ترون على كل الأصعدة والتقرير الأخير لصندوق النقد الدولي توقع 12% الانكماش في الناتج المحلي في 2020 كما توقع التضخم 17% في عام 2020 إذن ما هي أكثر القطاعات تضررا أو التي تم إيذاؤها أكثر جراء كورونا؟ كل القطاعات بالحقيقة تأثرت وخصوصا المصانع التي بسبب التدابير التي تتخذها المصارف اللبنانية لا يتمكنون من استقدام المواد الأولية الضرورية لصناعتهم ولذلك تضرروا بشكل كبير كل الذين الميومين تضرروا الذين يعملون في قطاع النقل الذين يأكلون يوميا يعني يحصلون على قوتهم اليومي فاليوم الذي لا يعملون فيه فهم من دون طعام هناك كارثة لكثير من العائلات الذين بسبب التعبئة العامة خسروا أعمالهم وخسروا المال واليوم الحكومة تفكر بمساعدتهم إما عينية بمساعدات عينية وإما بمساعدات 400 ألف ليرة للعائلة الفقيرة ولكن كله غير مفيد وغير كافي طيب إذا كان هذا هو الوضع في لبنان فماذا عن الوضع في تونس سيدة جنات؟ ماذا عن الشركات المهددة بالإفلاس؟ وأيضا عن الأفراد وخاصة عمال اليومية على سبيل المثال؟ نعم بالنسبة لتونس يعني آخر دراسة تم أعدادها من طرف المعاد العربي لرؤساء المؤسسات على عينة من 600 مؤسسة اتضح أن 66% من هذه الشركات هي عاجزة عن صرف وجور العمل في شهر أفرير الجاري وهي أيضا مهددة بالإفلاس والأغلاق ولكن مقابل ذلك كنا ننتظر من الحكومة أن تساند وتقوم بإجراءات تتخذ إجراءات أكثر صرامة وأكثر أقوف إلى جانب المؤسسات باعتبار حجم الخسائر تعلمون أن هذه الجائحة مست كل القطاعات باستثناء كما تشاهدون يعني لربما قطاع صناعة الأدوية أو قطاع الصحي ولكن هذه القطاعات أيضا متضررة باعتبار أن القطاع الصحي العمومي يشكو يعني عجز بسبب سياسات التقشف المتتالية منذ سنة 1986 إلى اليوم وبالتالي هذه الشركات هي أيضا تدعو إلى التخفيف أو تأجيل مسألة الضرائب والأداءات وأيضا إيجاد الحلول الكافلة بالرفع التدريجي للحجر الصحي وإعطاء يعني 50% من الطاقة التشغيلية حتى تساهم أو تقدر على مواجهة التداعيات التي هي يعني لا يمكن التكهن بحجمها ولكن صدقوني أن هذه المؤسسات تشكو صعوبات فيما بالك بالمواطن العادي وفيما بالك بالمواطن الذي يعمل سنعود التفصيل سيدة جلدت يعني بعد قليل لكن اسمع لي أنتقل إلى سيدة كوثر الحمبوري في لبنان سيدة كوثر يعني في إجابتك السابقة حدثت عن أن كل القطاعات تضررت فماذا عن المواطن اللبناني؟ كيف يبدو حجم معاناة المواطن اللبناني في هذه الأزمة أو الأزمات المتعاقبة؟ المواطن اللبناني يعاني معاناة كبيرة جدا خصوصا مع سعر صرف الدولار الذي تخطى الأربعة تلاف ليرة اليوم إنه الأعلى وهناك حديث عن أنه سيتخطى الخمسة ألاف أو أكثر وهناك أكثر من سعر لسعر صرف الدولار لدينا السعر الرسمي الذي حدده مصرف لبنان الذي يتعاملون به بين البنوك وهناك السعر للودائع 2600 وهناك 3200 لدينا أكثر من سعر ولدينا السوق السوداء واليوم هناك ملاحقة لصرفين غير القانونيين الذين يستغلون هذا الوضع ويؤثرون على ارتفاع سعر صرف الدولار بلبنان فإذا هذا السعر الصرف فالمواطن اللبناني بات راتبه نصف راتب فهو لا يتقادر راتبه كما في السابق فنصف راتب يريد أن يشتري به كل حاجياته الغذائية لأنه في هذه الأثناء فإنه لا يلجأ إلى الكماليات ولا يحتاجها هو يحتاج للإستمرار وهو في الحذر فيكتفي بالأساسيات فيذهب إلى السوبرماركات وإلى اليشتري فيتفاجأ أن الأسعار تزيد 60% إنني أقولها بصراحة 60% برغم من كل دوريات مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وبالرغم من كل تصطير محاضر الدبط والملاحقات إلا أن العديد من التجار يقولون أننا نشتري السلع بالدولار الأمريكي ونحن يتغير السعر من ساعة إلى أخرى فكل الناس تذهب إلى لدبتاع السلع الغذائية وتتفاجأ بهذه الأسعار لذلك كل الشعب اللبناني كل فئات الشعب اللبناني تعاني من هذه الأزمة واليوم لا يوجد فقير ولا يوجد غني الكل تساوى لأن بفضل إجراءات المصارف التي تحتجز أموال الناس ولا تعطي الدولارات للناس فالكل صار سواسية الكل يعاني نفس المعاناة فهناك نقمة على المصارف ولذلك ترى مثلي كمثل ثائر الناس أن الكل يلجأ إلى تكسير واجهات البنوك وإلى تظاهرات أمام البنك المركزي وهناك ما سمعنا عن حملة على حاكم مصرف لبنان مؤخرا هناك نقمة على القطاع المصرف اللبناني في لبنان وضحت الفكرة أشكرك شكرا جزيلا الكاتبة والصحفية الاقتصادية كوثر الحنبوري كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت ألقت أزمة كورونا بظلالها على عدد من الشركات الكبرى حول العالم ما اضطرها إلى دخول مرحلة الإفلاس من أبرز هذه الشركات الشركة وايتينج بيتروليوم الأمريكية للنفط الصخري التي بدأت إجراءات تسجيل إفلاسها في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط وعلى الضرب نفسه سارت شركة دايموند أوفشور ما يضعها في حماية من الدائنين وفقا للفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي وهذا يتطلب إعادة هيكلة الشركة بشكل يوافق عليه الدائنون والمحكمة أما في استراليا فأعلنت شركة Virgin Australia التي تعاني من ضائقة مالية أنها قررت التوقف عن الدفع لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد أما في بريطانيا فاتخذت شركة الطيران البريطانية فلايبي الخطوة ذاتها بعدما كبدها فيروس كورونا المستجد خسائر فادحة جديدة وتوقفت الشركة عن العمل نعود إلى ضيفتنا من تونس المحللة الاقتصادية جنات بن عبدالله سيدة جنات تحدثنا قبل قليل عن مطالبات من صندوق النقد والبنك الدوليين لعدد من الدول الكبرى بأن يعني تعطي مهلة للدول التي على وشك الإفلاس لسداد الديون بعد عام 2020 إلى أي مدى يمكن أن تستجيب الدول الكبرى لهذه المطالب؟ على ما يبدو أن مجموعة العشرين وافقت على هذا المطلب وهناك دول تم عفاؤها أو قبلة يعني مطلب تأجيل تزديد ديونها إلى سنة 2021 ومنحها يعني قيور جديدة على غيرار يعني تونس تونس لم تطالب بالتأجيل الديون ولكن التزمت بتزديد ديونها لهذه السنة رغم الصعوبات المالية الكبيرة التي تعاني منها تونس ولكن هناك يعني باتفاق بين مجموعة العشرين والمؤسسات المالية الدولية بجاعدني صدق النقد الدولي والبنك الدولي كانت هناك مفاوضات حول مساعدة هذه الدول وضخ مزيد من التمويل بعنوان يعني مساندة تمويل ميزانية الدولة وأيضا تمويلات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد والأقوف ومساعدة هذه الحكومات للأقوف إلى جانب المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأيضا الشركات الكبرى وأيضا إلى جانب المواطن العادي الذي يعني تعطلت يعني مشاويره واليوم هذه البرامج إلى أي مدى سيتم توظيفها التوظيف الأسلم باعتبار أن الصعوبات المالية التي تعاني منها الدول التي العاجزة عن تسديد ديونها هي ما قبل كورونا ولكن جائحة كورونا عمقت هذه الأزمة وبالعودة إلى النموذج اللبناني اللموذج اللبناني هو نموذج ولكن نجده في عديد الدول مثل تونس باعتبار أن توصيات صندوق النقد الدولي بخصوص استقلالية البنك الدولي كلفت هذه الاقتصاديات خسائر جمع باعتبار أن صندوق فرض سياسة صرف مرينة وفرض أيضا سياسة نقدية متشددة بما يعني الترفيع المتواصل في نسبة الفائدة المديرية وهو ما جعل كلفة الاستثمار باهظة وباهظة جدا وما عطل أيضا حركة الاستثمار يعني الخاص في هذه الدول فضلا عن تعطل الاستثمارات العمومية باعتبار سياسة التقشف وشح ميزانية الدولة على الاستجابة إلى الأولويات التنموية والحقيقات هذه الشعوب واليوم يعني أعتقد أنها فرصة لأقوف هذه الدول على فضاعة يعني إملاءات صندوق النقد الدولي باعتبار أن الفاتورة سيدفعها المواطن وستدفعها أيضا الشركات وكلما تحدثنا عن يعني مساعدات فهذه المساعدات لها أيضا تكلفة تكلفة بالنسبة للأجيال الحاضرة وأيضا للأجيال القادمة وكل هذه التمويلات في ظل خيارات وسياسات غير وطنية ولا تستجيب لأولويات التنمية فإنها ستتبخر ولا يمكن اليوم الحديث عن انتعاشة اقتصادية في ظل استمرارية نفس السياسات أيضا من بين شروط صندوق النقد الدولي على البنوك المركزية يعني منحة من تمويل ميزانية الدولة التمويل المباشر وإعطاء هذا الامتياز للبنوك المحلية حتى يعني بمقابل نسبة فايدة عالية وهو ما أدى أيضا إلى مزيد تدور موارد ميزانية الدولة وأدى إلى ضرورة يعني رفع الدعم والترفيع المواطن في أسعار المحروقات وكما تلاحظون نحن دائرة مغلقة صحيح؟ نعم قلنا قبل قليل إن مجموعة العشرين قررت بالفعل تعليق ديونها لدى الدول الفقيرة إلى ما بعد عام 2020 وربما هذا ما يدفعنا إلى أنه في حال الأزمات الكبيرة التي تعانيها البشرية بصفة عامة مثل هذه الأزمة يعني يبرز التوجه إلى الاقتصاديين وإلى العلماء للبحث عن مخرج لهذه الأزمة في عام 1929 بنى الكساد الكبير خرجت نظريات كالنظرية الكنزية مثلا استطاعت بطريقتها أن تخرج العالم من هذا الكساد ما الذي يمكن أن يحدث الآن في هذا الظرف من نظريات اقتصادية جديدة يمكن أن تنتشل العالم من هذا الركود وهذا الإفلاس سواء للدول أو للشركات بكل أسف إجابتي ستكون سلبية باعتبار أن الوضع تغير من سنة 1929 إلى اليوم في أي اتجاه تغير باعتبار أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جاثمين على اقتصاديات يعني الدول الناشئة والدول النامية واليوم يعني بالنسبة للحلول نرى أن القوى العظمى والقوى المتقدمة وهي معقل الليبرالية خرقت يعني عديد المعايير كما نرى أن ترامب طالب بالحماية وهي دولة يعني تقوم على الليبرالية وعلى حرية تنقل رأس المال وحرية البضائع الولايات المتحدة أيضا الاحتجارات الفيدرالية الأمريكية اليوم مدى استقلالياته اليوم فهو وقف إلى جانب الاقتصاد الأمريكي من خلال سياسة التيسير الكمي وضخ مزيد من الأموال والأقوف إلى جانب يعني الاقتصاد الأمريكي اليوم الحديث عن بديل اقتصادي من الصعب ولكن هناك ترقيعات وترميمات من أجل الحفاظ على نفس يعني الوصفات ونفس المنوال الحالة في الدول الناشئة والدول التي لها شراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه الدول ليس لها هامش تحرك باعتبار أن إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي تبقى ولكن سيدة جمنات ربما يتحدث البعض حاليا عن سيناريوهات لما بعد الأزمة ويقول أن العالم بعد كورونا لن يكون مثل العالم قبل كورونا وربما يلمح في ذلك إلى تغيير شبكة القوى الكبرى حول العالم وشبكة التحلفات ودول ستكبر ودول ستصغر الدول الكبيرة الآن تعاني معاناة شديدة بسبب كورونا إلى أي مدى يمكن أن يتحقق هذا السيناريو؟ نعم صحيح أن موازين القوى لربما تتغير صحيح أن التقطاب يعني الدول يعني انفراد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في الساحة سيتغير هناك قوى أخرى ستظهر على الساحة ولكن إذا كان باقي الدولار هو المسيطر فإن موازين القوى ستبقى دائما لصالح الدولار وترون اليوم الحرب يعني الدائرة بمستوى أسعار النفط وطالما أن أسعار النفط هي بالدولار فإن يعني كل التدخلات ستبقى لصالح يعني الإبقاء على الدولار هناك عملات أخرى مثل يعني هناك التحالف الصيني الروسي ولكن هذا التحالف اليوم أصبح مهدد بعد كورونا ولكن تبقى يعني السيناريوهات المتفائلة غير قابلة للتطبيق وباعتبار أن في الأخير الجهاز التنفيذي لكل نظام العالمي يعني تبقى هي في يد صدوق النقد الدولي والبنك الدولي ونعلم يعني قوة الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة يعني هذه المؤسسات المالية الدولية ولكن اليوم لربما الصين تدخل على الخط من خلال تركيز يعني مسؤولين على رأس كما هو اليوم الشائل بالنسبة للمنظمة العالمية يعني الصحة وتعلمون الصراع الدائر اليوم ما بين يعني الولايات المتحدة الأمريكية والصين على هذه المؤسسة الصحية الدولية وهناك اتهامات يعني متبادلة ولكن في الأخير في الأخير أعتقد أن هذا النظام العالمي الجهاز صحيح سيتغير موازين القوى ولكن في الأخير الفلسفة العامة ستبقى ولن نشهد يعني مزيد من الحماية باعتبار أن رأس المال العالمي لن يتخلى عن مصالحه في كل يعني البلاد العالم أشكرك شكرا جزيلا المحللة الاقتصادية جنات بن عبد الله كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تونس العاصمة بهذا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام فقراتنا في فاتورة الفيروس وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء مع فاتورة جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر